السلام عليكم اليوم بنادي لكم مصفى دي الخريف في هالقرعة في هالبطاطا الحلوة نقيتها قطعتها طريفة صغار وزدت عليها تومة واحد طريف ديه تومة طريقة سهلة بزاف بالضربة توجد تشوفوا الفيديو راقصير ضغيات توجد عندي معلقة صغيرة ديه سكنجبير مطحون قدرت تتعملوا تسكنجبير الطري تيجي معدلوقية تزوينه تيجي متمع البطاطا حلوة القرعة زدت شوية الحرور تشيلي هذك حرور جيف هولي تنزيد وملحة على حساب الطوقة ندرت معلقة صغيرة عندي هنا هنا جوج بطاطات وواحد قرعة ديال هوكايدو اسميتها صغيرة ديالها بحل قرعة ديال المغرب هذي كل كبيرة هي هي وصغيرة شكل ديالها تتكون حلوة تهي زدت معلقة ديال الحرقوم وزيت العود تقريبا نجوج تتلذت مع القبار ديال الزيت العود كي قلت لكم على القرعة على حساب قدرت تتعملو تها النوع واشكال ديال القرعة اللي بغيتون تومها ولكن انا هوكايدو تتعجبني لانها حلوة ومع بطاطا حلوة جد زوينة يعني ساجمو هذي جوج مع بعضياتهم غادي نزيد منزل زعتر عارشو عندي زعتر في البالكون دخلته ده بمع البرد قدرت تاخدوه من غيبه من عالدي تتباع ده بازيلي كوم والأعشاب غادي نقطع هاكا شوية منو نديرو معه قدرت ديروه كامل ولكن انا تجيني هذيك العود يلوتي بقيت حرق الى دخلتهم الفران عدك شي تنحيي دهي الوريقات ومبعد را أصلا غنخلط كل شي مع بعضياتو ندخلوه من الفران على مئة وثمانين دراجة من فوق والتحت تقريبا متياخدش الوقت البزاف ربوع ساعة عشرين دقيقين خانتوما تشوفو وقت مما طابت بطاطا راك عارفتو راه صافي ديروه بالفرشيطة وغادت عارفو راه طاب يعني متياخدش وقت بزاف وزوين منقوش لكم مع ديكل حلاوة مع ديكل عطرية تيجي جو ديال ديال خريف أحسن أكلة ومنها الصحية زدت أنا مزاهية حريرة صوبة ديال العدس سمحوا لي ماشي حريرة تحريرة جزوينة معها صوبة ديال عدس وخبيز ديال ضروري منه حنايا منسمحوش في الخبز هنا عندي هاد بابي ديال فران كويسون كم بابي كويسون سميتو في الزكتو انا دي ما تنفذكو باش ما يتحرقش و باش نقدر نغطي به المول ديالي مزيان هانتم هادي المنظر الاخر فاش خرجتها من الفران يعني هادي دبرة طاب الخضرات طابت و بعد غادت زيد فوق منها فروماج فتا ممكن تستعملوا ممكن تستعملوا فرماج إلا ما كانش عندكم فرماج خليه ما تديروش هادي ندخل هاته هادي ندخل هاته تاني دبوحة الفران و خمسة دقائق قريبا تديدوب هاداك الفرماج يتحمر شوية و هادا هو منظر الاخر يعني هادي وصفات سهلة بزاف بزاف إلا اجربتوها كتبوها لي في الكومنتر ها اعودوا لي كيف جاتكم نتمنى فيديو يجي يعجبكم و تشاركوني على الخانة دياري خليتكم على خير